السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن 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 ن بالإضافة للقيمة العالية لتربية الرومي وياريت الطالب يستفيد من هذه المنظومة منظومة التعليم الفني عايزين نأهل طالب تمام جدير يتعلم ويعلم ويستطيع تكوين مشروع يربح منه بكل صوره بحاجات بسيطة وتكلفة بسيطة جدا في خلال دورة راس مال قصيرة ما تستغرجش كتير من الوقت معاني النهاردة هناخده حلقة جديدة جدا حلقة شيقة تهم شريحة كبيرة جدا وهي تربية السمان طائر السمان ناس كتير جدا تحب تتعرف عليه لما له من قيمة غزائية عالية فيما يتعلق بطعم اللحم التاعه مميز جدا وناس كتير جدا بيرغموا في التغذية على طيور السمان بالإضافة إلى يمكن استخدامه كطائر لإنتاج البيض أيضا بالإضافة أنه يمكن تفريغ البيض بالنسبة لطائر السمان هل طائر السمان ده طائر حديث ظهر علينا فجأة لا ده طائر السمان ده من الطيور اللي هي القديمة جدا جدا اللي هي منذ الفرعنة كانت موجودة وكان فيه نوع مميز جدا كان بيسمى السمان الفرعوني اللي هو حاليا بقى محور كده بنقول عليه السمان المصري إذن هذا الطائر طائر قديم جدا طائر مميز جدا طائر حباه الله بمجموعة من الصفات تخليه يستطيع المعيشة في الحياة البرية ويستطيع حماية نفسه من الصقور ومن الحيوانات المتوحشة فربنا حباه بمجموعة من الألوان يستطيع من خلالها التخفي بين الحشاش ربنا حباه بمنقار قوي يستطيع من خلاله التقاط الحشرات للتخزي عليها فإذن هذا الطائر جدير إن احنا نتعلم ونشوف صفاته الانتاجية إيه نشوف أنواعه المتعددة إيه له عدة أنواع جميلة جدا منها ما هو لإنتاج اللح ومنها ما هو لإنتاج البيض ومنها ما هو مخصص لطبعا عمليات الزينة وطبعا فيه طيور للزينة من طيور السمان طيور مميزة جدا وتحمل أشكال جميلة جدا إن شاء الله هنتناول كل هذه الموضوعات في خلال هذه الحلقة نبص مع بعضينا شوف الشكل الأول فيما يتعلق بشكل شوف شكل الطائر وشوف مجموعة الألوان اللي موجودة بالنسبة للطائر إليه السمان تعالوا ندرس بقى ونشوف السمان ده عبارة عن إيه هذا الطائر طائر صغير الحجم طائر صغير الحجم يميل للحياة البرية يعني إذن هو طائر بري أساسا طائر بري ولكن هذا الطائر تم استئناسه تمام بعد ما كان بيأتي مهاجرا من أوروبا في فصل الخريف يعني إيه الكلام ده يا مستق يعني طائر السمان ده بيجينا في فصل الخريف مهاجرا من الأجواء اللي موجودة في أوروبا فبالتالي تم استئناسه بالإضافة إلى وجوده القديم زي ما قلنا طبعا وكانوا بيربوا الفرعنة وكان بيطلق عليه السمان الفرعوني فهذا الطائر طائر قديم تمام وهذا الطائر بيتميز زي ما احنا قلنا أنه يمكن تربيته تربية مكسفة يعني إيه تربية مكسفة يا مستق تربية مكسفة يعني تربية بنظام الحبيس تربية بنظام الحبيس يعني زي حضرتك ما بتربي الدجاج ممكن حضرتك نفس الأجواء ونفس المكان يصلح لتربية السمان إذن السمان هو طائر زي ما قلنا صغير الحجم يميل للحياة البرية وعرف السمان طبعا منذ القدم وكان بيجينا من أوروبا في فصل الخريف وتم استئناسه واستئناس بعض أنواعه وتم تربية أنواعه بشكل كبير في نوعين منهم يستطيع أي مربي عادي حتى لو ما عندوش خبرات يستطيع أنه يربي طيور السمان وفي نوع من أنواع السمان وهو البوبايت وهذه السلالة البوبايت دي سلالة أمريكية ولكنها سلالة بتحتاج إلى رعاية خاصة وتحتاج إلى خبرات خاصة من المربي ننقل على النقطة التانية وتعالى نشوف مع بعض ما هي أنواع السمان أنواع السمان أول نوع من الأنواع وهو السمان الفرعوني الذي ارتبط اسمه بالمصري يعني زي ما قلت لك السمان الفرعوني اللي هو بيطلق عليه في واقع الأمر السمان المصري ده أول نوع من الأنواع تاني نوع عندنا وهو سمان البحر المتوسط بص حضرتك معايا سمان البحر المتوسط ده بيطلق عليه السمان الأوروبي يبقى كده كم نوع؟ هده نوعية يبقى السمان الفرعوني اللي بيطلق عليه السمان المصري وتاني نوع من أنواع السمان وهو سمان حوض البحر المتوسط اللي بيطلق عليه السمان الأوروبي تالت نوع وهو السمان الياباني السمان الياباني وليه اسمه اخر وهو اسمه الكوترنكس تمام؟ السمان الياباني بيطلق على اسمه العلمي الكوترنكس ورابع نوع من الانواع اللي انا قلت بيحتاج الى خبرات كبيرة جدا من المربي في تربيته وهو سمان البوب وايت وهو نوع من السمان ولكن اكثر انتشارا في امريكا يبا ما هي انواع السمان يجي لي سؤال يقول لي ما هي أنواع السمان التي تربى في مصر تمام؟ أو ما هي أنواع السمان عمومة نمرأ واحد معايا بقى كده نمرأ واحد السمان الفرعوني اللي هو أطلق عليه السمان المصري تمام؟ تقول الفرعوني أكي ماشي نقوله السمان المصري ما فيش مشكلة تاني نوع من أنواع السمان وهو سمان حوض البحر المتوسط اللي بيطلق عليه السمان الأوروبي طيب تالت نوع من أنواع السمان وهو السمان الياباني واسمه العلمي زي ما احنا قلنا الكوترنيكس بالاضافة الى رابع نوع من الانواع وهو سمان البوب ويت وهذا النوع اكثر انتشارا في امريكا تمام طب لما يجي اسألني سؤال كده ويقول لي السمان الفرعوني اكثر انتشارا في امريكا نقول له غلط طب امالاهنه نوع اللي هو اكثر انتشارا في امريكا سمان البوب ويت طيب السمان الفرعوني يطلق عليه الكوترنكس اسمه العلمي لأ طبعا ده اسمه العلمي اللي هو السمان المصري او معروف بالسمان المصري دي النقطة بعد كده نجي نشوف نوع تاني من الصفات الشكلية للسماء يعني يا مستر الصفات الشكلية مهم جدا حضرتك وحضرتك انك تميزي ما بين انواع الطيور المختلفة كل طائر حاباه الله بشكل وبعض المميزات وبعض الصفات الشكلية المختلفة بالنسبة ليه الصفات الشكلية للسماء منقاره قوي زي ما انا قلت لك المنقار بتاعه منقار قوي طب ده ليه بيتناسب مع التقاط الحبوب والحشراء تغزيته احنا قلنا ده طائر بري تغزيته بيعتمد على التقاط الحبوب والتقاط الحشراء تمام يتميز السماء بانه طائر حد البصر يعني حد جدا يعني بصره قوي جدا زي الصقر كده طبعا وربنا برضو حبابي هذه الميزة لكي يستطيع حماية نفسه ضد الطيور الجرحة في الظروف البيئية طيب بعد كده الريش بتاعه بيتميز بان ريشه منقط تمام ويستطيع الاختفاء زي ما قلت في بداية الحلقة والتمويه في الحشائش والنباتات القصيرة يعني ساعة ما بيلاه اي حد هو خايف منه بيبدأ يتخفى في الحشائش وفي النباتات القصيرة في ميزة مهمة جدا فيما يتعلق بالسماء ان اقدامه قصيرة والصوابع طويلة يبقى قدم السماء اقدام ايه قصيرة لكن الاصابع بتاعت القدم اصابع طويلة بالاضافة الى طول الاجنحة اذا ما كورنك بالشكل العام للاجس يبقى تاني من الصفات الشكلية لطيور السماء منقار قوي تمام نظره حد تمام ريشه منقط مية مية اقدامه قصيرة والاصابع طويلة الاجنحة طويلة نسبيا يبقى لو حد جاء سألني ما هي الصفات الشكلية لطائر السماء طبعا سمعت بقى كواه بتقول معايا حنقول انه يتميز بمنقر ايه قوي دي نمرة واحد حد البصيرة نمرة اثنية تلاتة ريشه منقط عشان يستطيع التخفي نمرة اربعة اقدامه قصيرة والاصابع طويلة بالاضافة الى ان اجنحته طويلة نسبيا نقطة لبعد كده بعد كده هنتكلم على الصفات الانتاجية لانواع وسلالات السماء ايه اللي حضرتك بتقوله ده صفاته الانتاجية ايه من اهم الصفات الانتاجية انه يتميز بلحمة تمام زو طعم جاية قليل الكلسترول ناس كتير جدا بتبحث في التغذية يقولك انا عايز ناكل لحوم لكن الكلسترول نسبة الكلسترول فيها تكون ايه قليلة اه دي طائر السمان ينطبق عليه هذا الشرط يبقى من الصفات الانتاجية يبقى فيه فرق حضرتك ما بين الصفات الشكلية دي بتتعلق بالشكل ومظهر العام بالنسبة للطائر اما الصفات الانتاجية تتعلق بانتاج اللحم وانتاج الايه البيض اذا كان طائر منتج للحم ومنتج للايه للبيض فمن الصفات الانتاجية ليه اللحم فيه السمان انه يمتاز لحمه بطعم جيد ونسبة الكولسترول فيها قليلة كويس او بعد كده نقول كده مع بعض تاني طب الصفات العامة يبقى انا اتكلمت دلوقتي معاك على الصفات الانتاجية وتكلمنا على الصفات الشكلية طب احنا عايزين بقى نشوفه ما هي الصفات العامة للسمان الاوروبي السمان الاوروبي ده انا سمعت كده فيه اللي هو سمان حوض البحر المتوسط تمام كويس اوي يلا معايا بقى عشان دي اسئلة مهمة جدا تعالي بقى بص معايا كده ونقول نقطة نقطة كده ونشوفه ايه المزايا لاني دي اسئلة مهمة جدا في الامتحان النقطة الاولى بيقول لي النطج الجنسي من خمسة الى ست اسابيين حيجيلي سؤال في الاختياري النطج الجنسي في السماء من اربع من تلاتة الاربع اسابيع من خمسة الست اسابيع من سبعة التمان اسابيين الاجابة النموذجية من خمسة الى ست اسابيين نقطة تانية وزن الطائر البالغ الحبيس يعني يا مستر الحبيس قلنا اللي هو محبوس يعني اللي هو بيربى في تربية مكسفة زي تربية الدجاج بالزبط خلاص تمام يا مستر عرفنا وزن الطائر البالغ من مية وخمسين جرام الى ميتين وخمسين جرام لا ايه ده يا مستر هو حجمه قليل كده ده ما وصلش ربع كيلو ده يدوب بيوصل حد الاقصى بتاعه ربع كيلو وفي بعض الاحيان طب ليه كلام ده بيوصل وزنه كده او وزنه بيبق ليه لما حضرتك او حضرتك بتربيه في نظام عنابر اللي هي مكسفة او نظام العنابر الحبيس الطائر بيتحد شوية من حركته وبالتالي بيقل من مجهوده وبالتالي بيقل من وزنه اذا وزن الطائر في النظام الحبيس من مية وخمسين الى متين وخمسين جرام جرام مش كيلو جرام جرام كويس قوي طيب عدد البيت سؤال في الامتحاء عدد البيت في السنة كان بيضة في السنة بينتج السماء من متين الى تلتميت بيضة سنويا يبقى النطج الجنسي من خمسة لستة اسابيع الوزن الطائر من مية وخمسين الى متين وخمسين عدد البيت في السنة من 200 الى 300 بيضة سنويا طب يا ترى يا مستر وزن البيضة كات تخيل وزن البيضة من 10 الى 12 جراء يا نهار بيت ده وزنها محدود جدة وتصل الى 15 جراء اذا وزن البيضة بتاعة السمان اقصى وزن لها 15 جراء لكن وزنها الطبيعي بيتراوح ما بين من 10 الى 12 جراء كويس اوي طيب وزن الكاتكوت عند الفاكس اول الكاتكوت ما يفقس يا ترى يا مستر وزنه هيكون عامل كام قال لي وزنه من 8 الى 10 جراء شوف بيبا صغير ازاي من 8 الى 10 جراء طيب نقطة مهمة جدا بقى مدة التفريغ مدة التفريغ في طائر السمان من 16 الى 18 بس الكلام ده لنوع السمان الياباني ومن 23 الى 24 ده في سمان اللي هو بيطلق عليه البوب ويت تعالى بقى كده معايا نرجعه احنا دلوقت بنتكلم على مين على الصفات العامة للسماء الصفات الايه العامة كلمنا قبل كده قلنا الصفات الشكلية وعرفنا شكل وشكل المنقار ولون الريش والكلام ده بعد كده تكلمنا على الصفات الانتاجية النهاردة بقى دلوقتي بنرجع مع بعض الصفات العامة للسماء اللي هو النطج الجنسي سامعك بتقولي ايه كاب من 5 الى 6 اسابيع كويس اوي وزن الطائر البالغ من 150 الى 250 جرام كويس اوي عدد البيت في السنة بتنتك كام بيضة السمان في السنة من 200 الى 300 بيضة سنوية تمام وطيب وزن البيضة كام يتراوح وزن البيت في السنة من 10 الى 12 جرام وتصل الى 15 جرام تمام وزن الكاتكوت عند الفاكس من 8 الى 10 جرام طيب مدة التفريخ مهمة جدا احنا بقى تجاوزا كده بص يا شباب معي تجاوزا احنا بنقول ان مدة التفريخ لما يسألني ويقول لي مدة التفريخ في السنة بنقول له من 18 الى 23 ده المشعنة لكنها بتكون من 16 الى 18 بالنسبة للسمان الياباني ومن 23 الى 24 في سمان البوب ويت اذا في المتوسط مدة التفريخ طب محدش بيسألني ليه بيقول لي هي مدة التفريخ دي يعني ايه مدة التفريخ اللي بيستغرقها الطائر تمام من خلال الرقادة من اول ما يرقض على البيض لغاية ما يطلع الكاتكوت سليم يفقس يعني من البيضة هي دي اللي بيطلق عليها مدة التفريخ تستغرق من حوالي من 18 الى 23 يعني يا مستل لو قال لي من 18 ل 23 اجابة صحيحة 100% تمام لكن في السمان الياباني بيميز من 16 الى 18 وفي سمان البوب ويت من 23 الى 24 يا رب نكونوا فاهمين كده معايا عايزك كده تتابع معايا وتطلع وراء وقلم كده وتكتب المعلومات اللي احنا بنقولها دي لان اسئلة مهمة جدا زي ما قلتلك يبقى مدة البلوغ الجنس او عمر البلوغ الجنسي عند عمرك من 5 ال 6 سبيب ده ايه من 5 ال 6 سبيب يعني حوالي 35 يوم يا ده كده كويس جدا اذا انا ممكن ربي سماه وفعلا نحصل منه على نتاج من انتاج اللحم وبعد كده من انتاج البيت قال لي اه كويس اوي 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 عشان كده انا قلتلك في بداية المحاضرة ان احنا او في بداية الحلقة ان احنا السمان ده طائر من الطيور اللذيذة اللي انت تستطيع التعامل معها وتستطيع ان انت تعمل فيها مشروع تجاري وان شاء الله تربح منه كويس اوي خاصة ان تربية سهلة مفقاش اي انواع من انواع التعقيد وان شاء الله نغطي لك كل الموضوعات دي وحنجاوب لك على كل التساؤلات اللي في دماغك واذا كان معنا بقى سؤال في الامتحان بنقول السؤال اللي هو يخصنا في الامتحان بس الغرض الرئيسي زي ما اتفقنا من التعليم الفني مش مجرد اننا بنديلك معلومة نظرية بقى تتاخدها عشان تمتحم فيها لا انا عايزك تاخد معلومة تستفيد تطبك يعني علم نتعلمه ونطبكه العلم بنتعلمه لكن ازاي نطبقه هو ده بالنسبالي اللي يفرق بقى شاب عن شاب وطالب عن طالب وطالب مميز طموح عايز يبقى حاجة ولا طالب عايز يكتفي ويطلع يتخرج بقى وينتظر التعيين يجي له وطبعا بالنسبالنا انا لو انت اعتمدت على كده حتاقت فترة طويلة جدا زميلك هيسبقوك في هذا المجال طب ننقل على نقطة تانية بنقول ايه بعد كده فيما يتعلق بالسماء ناخد نقطة عن السمان الياباني فكرة بسيطة سمان الياباني اللي قلنا بيطلق عليه كوتر نكس تمام الاسم العلمي للسمان الياباني يطرق عليه كوتر نكس طيب يصل طول الزكا ستة ونص بوصة اه طول الزكا كان بوصة ستة ونص بوصة ماشي يا مستر طيب وزن الطيور البالغة الحبيسة خلاص حضرتك فهمت يعني حبيسة اللي هي المستأنسة ما احنا هو طائر بري بيعيش الحياة البرية طيب انا لما نحبسه يبقى كده استأنسته يبقى عملت له عملية استأنس يعني تم السيطرة عليه وحضرتك بتربيه في المنزل عندك طيب بيصل بقى وزنه كا يصل وزنه من 140 الى 200 جرام ده الكلام ده فقا انه نعمل انواع السمان الياباني اكتب كده بالورقة اكتبي بالورقة وانت مطلع اكتب كده فيهم حنقول ايه بقلمك كده يلا في الورقة حنقول بيصل وزن السمان الياباني من 140 الى 200 جرام طيب يصل طول الزكر الى 6.5 بوصة كويس طيب متى تبدأ الانسة في وضع البيت تبدأ الاناس في وضع البيت فيما يتعلق بالسمان الياباني عند عمر كان 42 يوم كويس اوي طب يتم تفريغ البيت او تصويقه للاكل كويس جدا ازا البيت بتاع التفريغ البيت اللي هو بيطلع مانا بتاع السمان يمكن استخدامه كم استخدام يمكن استخدامه 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 اما تستخدمه كبيت تفريغ يعني تفرخ منه وتحصل على سلالات جديدة يا اما يستخدم كبيد مائدة بيد مائدة يعني ايه مستر بيد مائدة يعني بيد اك طب يا ترى البيت ده كويس زي بيد الدجاء كويس جدا جدا والقيمة الغذائية بتاعته عالية جدا هو بس كل ما في الامر ان احجامه بتكون ايه صغيرة كويس اوي يبا تاني سمان الياباني اول نقطة قلنا طول الزكر يصل المتوسط طول الزكر الى ستة ونص بوصة ووزن الطيور البالغة الحبيسة من مية واربعين الى ميتين جراء وتضع الانسة البيض حط خط عند عمر اتنين واربعين كويس اوي بالورقة كده وبالقلم كتبت حضرتك اتنين واربعين حط خط تحت كلمة اتنين واربعين طب يتم تفريغ البدء او تسويقه للاكل طب كويس اوي يتوفر منه طيور جيدة للانتاج التجاري يعني ممكن حضرتك النتاج اللي تطلعه استخدمه كسلالات تجارية والتاج الفاوت باحها طيب ما هو موطن السمان الياباني موطن السمان الياباني الاصلي هو شرق اسيا اذا السمان اليابان احنا عارفين ان طبعا اليابان بتقع ضمن قرة اسيا تمام او القرة الاسياوية فالموطن الرئيسي لايه في موجود بالزبط في شرق اسيا طب لون الزكر لونه مقلم كريمي فابيض والصدر برتقالي ركز بقى معي في النقطة اللي جاية ديك بنقول والاناس يكون صدرها منقب وزنه في الطبيعة خمسمية وخمسين جرام ده كبير بقى اذا اكبر انواع السمان في الحجم هو السمان سمعك سمعك بتقول ايه السمان الياباني ويصل وزنه الى خمسمية وخمسين جرام طيب ده الكلام ده في الاس ولا يتجاوز متين جرام تمام كده طيب ده في الاسر في الاسر يعني يعني برا في احجامه العادية وهو بري بيصل وزنه الخمسمية وخمسين جرام لكنه هو جوه التربية الحبيث لا يتجاوز ميتين جرام طب ينتج كم بيضة في السنة ينتج تلتميت بيضة سنويا ينتج تلتميت بيضة سنويا تعال لي بقى كده نقوله ملخص للسمان الياباني عشان عايزك كده بالقلم بقى معايا تابع معايا بص معايا نقوله ايه قلنا متوسط طبعا طول الزكا ستة ونص بوص كويس طيب يصل الى كام من مية واربعين الى ميتين جرام كويس اول ده وزن الطيور البالغة طيب تبدأ الانسة في وضع البيض عند عمر كام اتنين واربعين طب يتم تفريخ البيض او تسويه للأكل طب وجد موطنه الرئيسي فيه في شرق اسيا كويس اوي بالاضافة الى ان وزنه في الطبيعة يعني في المكان الحر الطليق اللي فيه خمسمية وخمسين جرام اما وزنه في نظام الحبيث لا يتجاوز متين جرام طب متوسط انتاج البيض السنوي بالنسبة ليه السمان الياباني متين بيضة في السنة يبقى متوسط وزنه 300 بيضة سنويا كويس يا مستر متابع معايا كده او لا لا طيب تعال لي على نوع اخر من انواع السمان وهو سمان البوبوايت سمان البوبوايت ده بقى سلالة امريكية سلالة منتشرة في امريكا سلالة منتشرة بكسافة في امريكا وفي منها عدة انواع سلالة البوبوايت فرجينيا وسلالة البوبوايت فوليريدا ايه الكلام ده سلالة البوبوايت فوليريدا نظرا لان تم اكتشافه في مدينة فلوريدا في أمريكا وفرجينيا بنفس المواصفات إذن سمان البوبوية سلالة منتجرة انتشار كبير في أمريكا كويس لكن السمان الياباني ده موطنه الأصلي أو اكتشف في شرق أسي كويس قوي طب يصل طول الزكر إلى كام تسعة ونص أمال طول الزكر في السمان الياباني كان كام ستة ونص بوصة والأنسة إلى عشرة ونص بوصة ويعتبر طائر في إنتاج اللح يعني هذا الطائر متميز بإنتاج اللحم يبقى من الطيور المتميزة في إنتاج اللحم البوبوية ولا السمان الياباني البوبوية تمام الزهر والزيل والتاج لونهم بني غامة يبقى لون الضهر ولون التاج ولون الديل بني غامة بينما الصدر والبطن والأفخاد يكون اللون أفتح مع وجود خطوط سوداء وبيضاء بسيطة بص بقى نقطة إزاي دي بتقابل الطالب ما بيباش عارف يميز ما بين الزكور والإناس يعني أنت راي عايز تشتري مجموعة من طيور السمان فبتقول للتاجر اديني سمان أنا عايز زكور أو أنا عايز إناس أو أنا عايز عدد كذا زكور وعايز عدد كذا إناس نسيب الراجل بقى يضحك علي ولا أنا مبين له أن أنا فاهم وطالب درست تمام في دبلوم زراعة ودرست بعد كده طبعا في التعليم الزراعي العام التعليم الفن الزراعي العام وبقى عندي معلوم بنقولك بيوجد في الزكا بقعة بيضاء أسفل الضك تمام يعني تحت الدقن كده حتلاقي فيه بقعة إيه آآ بيضاء بتوبة تفس البقعة في الإناص أيضا إذن هنا بص معاي تحت الدقن حتلاقي بقعة بيضاء بقعة إيه بيضاء في المنطقة بتلاقيها تحت الدقن هنا كده لكن هذه البقعة تكون كبيرة في الزكور وصغيرة في الإناص كويس أول يبا كيف يتم التمييز ما بين زكور وإناص السمام بقعة بيضاء كبيرة أسفل الدقن ده زكا تمام بقعة بيضاء صغيرة أسفل الدقن دي أنسة كويس أول يحل محلها على مدزة أصفر برتقالي ايه يا مستر مش فاهم انت قلت لنا حضرتك ان في بقعة بيضاء كبيرة ده زكا طيب في بقعة بيضاء صغيرة حتوبة دي أنسة وحواليها لون أورانج أظن كده بقت واضحة تماما إذن لو أنا لقيت اللون الأورانج ده كاسي مع البقعة السوداء البيضاء الصغيرة ده يبقى نوع إيه أنسة ولا زكا برافو عليه ده يبقى إيه أنسة كويس أول إذن ده سمان البوبوايت يبقى سمان البوبوايت يتراوح وزنه ما بين تسعة ونص بوصة تمام للزكار وعشر ونص بوصة للإناص وهذا الطائر هو طائر إنتاج لح زي ما عرفنا الضهر والديل والتاج لونهم بني غامق وعرفنا إزاي نميزه أما الصدر والبطن والأفخاد لون هافتح مع وجود بعض الخطوط السوداء والإيه والبيضاء زي ما حنوريك في الأشكال حنوريك أشكال جميلة جدا من أنواع السمان طيب الأنسة أكبر من الزكر ما احنا اتفقنا كويس قلنا حجمها عشر ونص بوصة لكن الزكر حجمه تسعة ونص بوصة يصل وزنها إلى كام تلتمية وخمسين جرام إذن وزن الأنسة في سمان البوب وايت أكبر من وزن الزكر عبارة صحيحة 100% طيب تضع الأنسة 75 بيضة خلال الموسم طيب الموسم كام يا مستر الموسم اللي هو بيتراوح من 4 إلى 6 شهون يبقى موسم السمان من 4 إلى 6 شهون وتضع الإنسة 75 بيضة في الموسم أمال السمان الياباني كده برافو عليك سمان الياباني كان بيضع كام 300 بيضة سنوية كويس قوي لمحضرتك دلوقت أنا لسه بنقولك ولسه بنقولك أن السمان البوب وايت بيعتبر سمان إنتاج لح مش إنتاج بيه فهو بيدي نتاج عالي من اللح لكن نتاج محدود من الإيه البيه لكن السمان الياباني بيدي 300 بيضة سنوية أما سمان البوب وايت بيدي 75 بيضة سنويا في خلال الموسم طيب الموسم اللي هو بيستغرق قدية مستر الموسم ده بياخد من 4 إلى 6 شهون يبقى موسم السمان من 4 إلى 6 شهون متوسط إنتاج البيه في سمان البوب وايت 75 بيضة متوسط إنتاج البيه في السمان الياباني 300 بيضة يحتاج السمان البوب وايت إلى مجاسم للوقوف عليه إيه يا مستر مجاسم دي المجاسم عبارة عن إيه عبارة عن عوارض خشبية عرضة خشبية كده السمان بيحب يرتقي ويقف على أماكن عالية خاصة سمان البوب وايت نوفرها له عشان نوفر له الجو البيئة اللي هو بيعيشه بره عشان نستطيع نحصل منه على أقصى إنتاج أنا عايزه كويس قوي فنعمل مجاسم هي عبارة عن عوارض خشبية تتحط على ارتفاعات تمام من متر متر ونص تمام بيقف على إيه السمان كويس قوي يبقى سمان البوب واي الأنصة أكبر حجما بيضع 75 بيضة سنويا في خلال الموسم اللي هي من 4 إلى 6 شهور ويحتاج إلى مجاسم للوقوف عليهم نقطة اللي بعد كده بنكمل برضو كلامنا ناخد نوع تاني بص بقى على الجمال بتاع السمان الهواية أو سمان الزينة يعتبر السمان الصيني الملون أكثر أنواع السمان جمالا وألوانه الزاهية تجعله يربى للزينة ده سؤال مهم جدا السلالات المتخصصة في الزينة أو التي تربى بغرض الزينة والهواية السمان الياباني السمان البوب واي السمان الصيني برافو عليك السمان الصيني يبقى السمان الصيني عشان ألوانه زاهية ويتميز بعدة ألوان جميلة جدا ألوانه سبحان الله غاية في الجمال تمام تحس أنها لوحة كده مرسومة هذا السمان من طيور الزينة أو الذي يربى بغرض الزينة طب بتجعله إيه بقى؟ بطبعا يصل طول الزكر فيه إلى أربعة ونص بوص إذا حجمه إيه؟ صغير ولا كبير؟ لا حجمه صغير إذا ما قرنا بسمان البوب وايت أو السمان الياباني الأنسة خمسة بوص لاحظ فيه حاجة مستة هي الإنس دايما في السماء في معظم الأحيان بتكون أكبر؟ آه فعلا الكلام ده دي ملحوظة مهمة جدا 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 كويس أوه عايزك تبه متفاعل معايا كده ونعرف الفرق ما بين السمان الياباني والسمان الصيني اللي هو بيستخدم بغرض الهواية يعني لما نقول لك يستخدم السمان البوب وايت بغرض الهواية تقول لي غلط أما لها أنه نوع من أنواع السمان السمان الصيني تمام نقطة لبعد كده بنقول أنواع سمان البوب وايت تعالى بقى نرجع له تاني أنا قلت لك سمان البوب وايت في لوريدا أول نوع من أنواع سمان البوب وايت سمان البوب وايت في لوريدا اللي هو أشكاله زي ما في الصورة كده قدامنا ده حجمه بيكون حجمه صغير جدا اللون بتاعه لون رمادي تمام؟ مزاركش كده بعد الزرقصة زي ما انت شايف فيه أبيض البني معاه اللون الأسود ومعاه اللون الأبيض بيده شكل عام كلون رمادي الوزن 150 جرام عدد البيت 300 بيضة سنوية يبقى سلالة البوب وايت في لوريدا بتنتج كم بيضة سنوية؟ 300 بيضة سنوية يتميز سمان البوب وايت في لوريدا باللون الرمادي طيب يتميز سمان البوب وايت في لوريدا بأن حجمه كبير جدا عبارة غلط غلط برافو عليك برافو عليك دي عبارة خاطئة لأنه بيتميز بحجم صغير جدا طيب متوسط الوزن فيه كان 150 جرام يبقى متوسط وزنه كان 150 جرام النقطة اللي بعد كده تاني نوع من أنواع سمان اللي هو البوب وايت في لوريدا الحجمه برضو صغير إذن حجمه صغير زي 100 زي اللي هو في لوريدا طيب اللون داكن أغمى شوية لاحظ الشكل ده والشكل السابق حتلاقي اللون هنا أغمى والظهر محمر شوية الوزن 200 جرام إذن وزن البوب وايت في لوريدا أكبر من وزن البوب وايت في لوريدا تمام؟ طيب عدد البتكاء 230 بيضة أمال إيه؟ أمال عدد البت في الفلوريدا كان كان 300 بيضة يبقى الفلوريدا بينتج 300 بيضة سنوية سمان البوب وايت في لوريدا ينتج حوالي 300 بيضة سنوية وحجمه صغير جدا ووزنه 150 جرام أما سمان فرجينيا حجمه صغير واللون داكن والظهر محمر ووزنه 200 جرام وعدد البيض الذي ينتجه سنويا حوالي 230 بيضة سنوية تمام كده معي أم لا؟ كويس أو؟ ماشي ننقل على نقطة بعد كده تالت نوع من النوع السمان اللي هو سلالة البوب وايت المكسيكي سلالة البوب وايت المكسيكي الحجم متوسط طب لا تعالي بقى احنا كان عندنا كم نوع دلوقتي أخدنا نوعين أخدنا أنا مش عايز نعدي نقطة سمان فلوريدا تمام البوب وايت فلوريدا والسمان الآخر السمان بوب وايت فرجينيا قلنا فيهم إيه لتنين؟ قلنا دول صغير الحجم بينما سمان البوب وايت المكسيكي ده متوسط الحجم تمام؟ ومتوسط الدكانة احنا قلنا اللي فات اللي هو الفرجينيا لونه داكن أكثر دكانة لكن دا أقل داكن متوسط داكن يعني اللونه مش قفل قوي يعني تمام؟ الوزن كا 300 جراء عدد البت كا 250 بيضة سنوية لا تعالي بقى نقارم ما بين الثلاث سلالات دولة والثلاث أنواع دول ما احنا مع بعض كده تمام؟ قل لي بقى اللي فهمتوا من هنا قلنا أنواع سمان البوب وايت بصلي سمان البوب وايت بنقول أن سمان البوب وايت فلوريدا ده أول نوع يتميز بأنه صغير الحجم كويس قوي سمان البوب وايت فرجينيا صغير الحجم تمام؟ طيب سمان البوب وايت فلوريدا بينتج 300 بيضة سنوية سمان البوب وايت فرجينيا ينتج 280 بيضة سنوية سمان البوب وايت اللي هو المكسيكي بينتج 250 بيضة سنويا ويتميز عن سمان الفرجينيا وسمان الفلوريدا بأنه متوسط الحجم تمام كده؟ كده بنقدر نميز ما بين الثلاث أنواع السلالة الاولى قلنا لونها رماضي اللي هي بتاعة الفلوريدا طب سلالة البوبوايت فرجينيا سلالة قلنا اكسر دكانة يعني لونها غامئ شوية البن التاحها غامئ طب السلالة المكسيكية متوسطة الدكانة يعني لونها لا فاتح ولا غامئ معايا كده اذا هذه السلالات تميز السماء الياباني ولا سمان البوبوايت سمان البوبوايت اذا سمان البوبوايت فيه عدة سلالات منه سلالة البوبوايت فلوريدا سلالة البوبويت فرجينيا سلالة البوبويت المكسيكي تمام تعال بعد كده ناخد النقطة اللي بعديه ازاي بقى حضرتك حيستكون قطيع نكون قطيع ازاي لكي يتم استئناسه تم استئناس السماني الياباني السماني الياباني ارجع كده معايا بيقول الكوترنكس الكوترنكس اللي هو الاسم العلم التاع الكوترنكس والسمان الصيني الملوم وتربية كلا منهما بنظام الحبيث يبقى الناس استطاعت استئناس ميه السماني الياباني والسمان الصيني السمان الصيني يا مستر اللي هو كان بيربه بغرض ايه برفو عليك برفو عليك الزينة تمام كويس قوي وتربية هزيه الانواع مناسبة للمربق المبتدئ كويس كويس خالق يعني حضرتك عايز تبدأ عايز تعمل بقى سمان نروح نجيب بوبويت قال لي لا ده بيحتاج رعاية كبيرة جدا يا مستر وما نشتغل على مين نشتغل على السماني الياباني او السماني الايه الصيني اما طب هو انا لو جبته الصيني اللي هو السمان الصيني ده حنكسب فيه برضو اه طبعا جدا السماني الزينة ده من الطيور اللي اشكالها جميلة جدا ناس كتير ترغب اللي هي تربيه طبعا في المنازل كتير من طيور الايه الزينة اذا كده حضرتك لو ربيت السماني الياباني ممكن تربيه بغرض انتاج اللحم وتربيه بغرض انتاج البيت اما السمان الصيني ده احنا بقى ربيه بغرض ايه الهواية او الزينة نظرا لتعدد وجمال أشكاله وألوانه المتعددة إذن لما تيجي تنوى تعمل مشروع تربية سمان نربي أي نوع من السلالات معك سلالتين مهمين جدا إما أن أنت تبدأ بالسمان الياباني والسمان الصيني وبعد ما تاخد مجموعة من الخبرات ممكن تخش بقى على النوع الثالث الذي يحتاج أكثر خبرة من المربي في تربيته وهو سمان البوب ويت النقطة اللي بعد كده أعتقد الدرس شيك ولزيز يعني ويخليك تبقاعد عايز تعرف معلومات أكثر وأكثر عن السمان سلوك الطيوم الافتراز في الطيور يوجد مشكلة نارها البعضة بصلي تعال تعال نشوفه بقى مع بعض كده المشكلة ديت وبعدين نشوفها بالأرقام وبالكلام إيه بقى إيه مشكلة الافتراز دي ظاهرة الافتراز بتظهر في معظم أنواع الطيوم نظرا لعدة أسباب حضرتك كمربي لك دخل كبير جدا 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 فيه يعني يا إما تتغلب على هذه الظاهرة يا إما تقع فيها زي الظاهرة وتبقى عندك مشاكل إيه يعني يا مستر ظاهرة الافتراز هي نقر النوع لبعضه يعني طائر بينقر طائر طب أهن طائر الطائر القوي حينقر الطائر الضعيف ده شيء بديمي طب إيه اللي حيخلي الطائر يعمل كده إن حضرتك فيه أفراد في القطيع ضعيفة وأفراد قوية طب يعني أنا نعمل إيه بقى يا مستر نتغلب على إزاي حضرتك تجمع الأفراد القطيع الضعيفة مع بعضية والقوية مع بعضية يبا كده بتتغلب على أول نقطة النقطة التانية التزاحم ما نخليش فيه تزاحم في العنبة كلما كانت المساحات واسعة في العنبة لن يتمكن الطائر من نقر الطائر الآخر اللي هو الطائر القوي حينقر الطائر إيه الضعيف زيادة شدة الإضاءة زيادة شدة إيه الإضاءة إذن سبب رئيسي في عملية النار هو زيادة شدة إيه الإضاءة أو نقص البروتينات والأملاح المعدنية في العليقة حضرتك بتغذي على عليقة غير متزنة عليقة ما فيهاش العناصر الغذائية الكاملة يظهر عندك على طور ظاهرة يطلق على ظاهرة الإفتراز يبقى ظاهرة الإفتراز في الطيور إيه هي؟ هي عبارة عن مشكلة نقرها البعضة اللي احنا بيطلق عليه باختصار كده كلمة إفتراز وخاصة طيور السمان عندما تربى في مساكن مغلقة ويرجع ذلك للأسباب الآتية وجود أفراد ضعيف زي ما قلتلك التزاحم في العنبة زي ما قلتلك زيادة شدة الإضاءة في العنبة زي ما قلتلك نقص البروتينات والأملاح المعدنية كده تمام التمام طب يا مستا كيف يتم التغلب على هذه الأشياء عكس اللي احنا قلناه حضرتك وجود أفراد ضعيفة في القطيء بلاش أفراد ضعيفة نجيب الأفراد الضعيفة الربية والأفراد القوية الوحدي طب نمرة اتنين التزاحم في العنبر خف شوف مساحة العنبر ده ياخد كم طائر سواء كنت بتربي تربية أرضية أو تربية في بطاريات أو أكفاص وخف العدد اللي عندك خلاص يا مستا طب حضرتك التخزين شدة الإضاءة خف من شدة الإضاءة كويس قوي بعد كده نقص العليقة لابد أن تحتوي بص ما هي لازم تحتوي على إيه عشان نقول على العليقة في كل أنواع الطيور عليقة متزنة لابد أن تحتوي على نسبة من الكربوهايدرات نسب معينة نسبة من البروتينات نسبة من الأملاح المعدنية نسبة من الدهون نسبة من الفيتامينات لو حضرتك نقص عنصر من هذه العناصر بتصبح العليقة عليقة غير متزنة يبا متى تكون العليقة متزنة إذا احتوت على كل عناصرها اللازمة طب الطائر بيتغز على تغزية مظبوطة تغزية فيها كل النسب ويا ترى البروتيني يكون بروتين بس نباتي لا طب حيواني لا لابد أن تحتوي على النسبة نسبة من البروتيني النباتي ونسبة من البروتيني الحيواني عشان تتغلب على هذه الظاهرة يبا احنا كده قلنا ظاهرة اللي هو السلوك بتاع الطيور اللي هي الافتراف وعرفتنا أسبابه وعرفتنا كيف يتم التغلب عليه معايا كده يا شباب ولا لأ تمام تمام سمعك وحاسس أن أنت يعني متفاعل معايا شوية في الحلقة دي لأنه هو درس شاية طب زي ما قلنا يتم التغلب على ذلك بالقات تجانس الطيون قلتلنا عليها مستر التغزية على عليها متزنة قلتلنا عليها فحص الطيور باستمرار وعزل المصاب يعني لو ظهر عندنا أي طائر مصاب استبعده على طول من القطيع طيب قص المنقار مهمة جدا 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 قلنا هذه الظاهرة في الحلقتين اللي فاتهم اللي هي الحلقة بتاع التربية الرومي وتربية الطيور المائية طبعا بس كانت في الرومي أكتر وهي ظاهرة قص المنقار لازم تقص المنقار وحنتناول ده بعد كده إن شاء الله في بيت الحلقة نعرف إزاي نعمل عملية قص للمنقار للذكور وللإيه؟ للإنهاز طيب عدم التزاحم أو استخدام لمبات حمراء الحمراء بتقلل من عملية الافتراس في العنابة يبقى عشان نتغلب على ظاهرة الافتراس تستخدم لمبات حمراء تغذي على عليقة متزنة حضرتك تعمل تجانس للطيوم تعمل عملية قص للمنقار نفحص الطيور بالاستمرار ونستبعد الغير صالح منها أو الضعيف منها أو المصاب منها تمام؟ لغاية ما يصحى بعد كده نرجعه في القطيع تاني معايا كده؟ كويس قوي تعال ننقل على نقطة تانية ظاهرة قل ما تعرفه عن ظاهرة ضرب الرأس في السماء لأ بصيلي بقى سبنا بقى من الكلام والكتابة والكلام ده إيه هي ظاهرة ضرب الرأس؟ كلام تشعر إن كلام كبير يا جماعة بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة عندي اللي هو ضرب الرأس يعني إيه ظاهرة ضرب الرأس؟ طائر السماء من الطيور التي تهوى الطير عمودية يعني لما تيجي الطير بصلي بقى معايا تطلع كده لفوق على طمو فبالتالي بتصطدم بالحائط الخرصانة اللي انت عندك السقف الخرصانة فيصاب الرأس بتاعها طب أنا عايز نتغلب بقى على الظاهرة دي تنعمل ايه؟ تخليك زاكي تعمل سلك شبكي سلك ايه؟ شبكي السلك الشبكي اللي هو بيبقى في الحيطة ده تمام؟ لما ييجي الطائر يطير عموديا بالحائط اللي ايه؟ الخرصاني يبقى كل ما تعرفه عن ظاهرة ضرب الرأس وهي طبعا بص بقى معايا السمان الياباني تحديدا بتظهر فيه له ميل الطيران عمودية مما يؤدي الى الاستضام بالاسكر مما ينتج عنه الاصابة بالرأس والتي تؤدي احيانا الى ايه؟ النفوق اه الطير لما يغبط في السقف الخرصاني ده ممكن يموت ينزل على طوم طيب ويحدث ذلك مع بداية موسم التزاو نقطة مهمة جدا 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 ارجعلي بنقول ايه؟ النقطة دي بنقولك فيها ظاهرة ضرب الرأس تمام بتظهر اكثر في امتى؟ في موسم التزاو يعني الطائر بيعملها بشكل مكسف في فترة التزاو كويس ايه؟ طب وتلافي ذلك وضع سلك شوبكي طبعا من الغازل اسفل السقف لمنع عملية التصادق كويس ايه؟ نجي بعد كده الصياح برضو في موسم التزاو بيحصل ايه؟ بيلاقي الزكر بيصدر اصوات ضوضاء من الاناس تلاقي لها اصوات كده مميزة تمام في الكوتر نيكس في زكر السمان الكوتر نيكس الذي ينتمي الي السمان الياباني له صياح موسيد للعصاء داعب من عيوب السمان الياباني الزكر بتاعه الصياح بتاعه صياح خشن زي الصياح بتاع الغرب الزبط كويس طيب؟ طيب حيث يقف عمودياً نبقى في عمودياً والمنقر بتاعه مفتوء بصفة مستمرة ويصدر هذي الاصوات بتصدر من الحنجرة طيب والصياح بتاعه اما الاناس بتصدر اه صياح بس هدي البسيط ضعيف ايه؟ يعني بنقوله عليها سكسكة صغيرة كده مجبوطة ماتوب باش طالعة لكن الزكر هو اللي الصياح بتاعه بيكون غير مرغوب خالص وده بيبقى عامل بالزبط كده زي الغراء تمام؟ يبقى بيقف كده فاتح المنقر بتاعه وفيه عنده صوت خشم بيطلع من الحنجرة بس الكلام ده ايضاً بيتم بصفة مستمرة برضو اثناء موسم الايه؟ التزاو عندنا بعد كده النقطة اللي بعد كده تنظيف الريش بص بقى طائر السمان ده طائر مزاجه عالي يعني ايه مزاجه عالي؟ يعني هو طائر مزاجي لو الطائر ده حالته الصحية جيدة وحالة صحية كويس وحالته تمام المزاجية تلاقيه هو بالمنقر بتاعه ينظف ريشو بص ريشا ريش ويخليها جميلة وشكلها منظم وجميل قوي بص من علامة ديت علامة من علامات الصحة في السمان طب انا لو دخلت لقيت القطيع عندي الضهر مش نضيف وكده متسخ في بعض الحاجات لا ده انا نعرف ان عندي خلل في القطيع هنا في مشكلة حتقابلني يبقى تاني من علامات الصحة عادة ما يتم تنظيف الطائر ريشو بمنقره هو اللي بينظف نافشو مش انت اللي بتنظفه ثم تعريده الاشعة لالشمس وفي حالة وقوف الطائر بمظهر غير نظيف يعني حضرتك شفت الطائر بالمظهر بتاعه غير نظيف الكلام ده بيدل على سوق الحالة الصحية والمزاجية لهم تمام اوي طب تعال لي بقى على اسكان السماء اسكان سمان الزينة او الهواية بنستخدم سلك شبكي تمام ساعة فتحاته تقل عن نصف بوصة الفتحة بتاعته ضيقة تقل عن نصف بوصة طب لي يا مستر كده عشان ما يخشش تمام منها عشرات تؤثر على الايه على الطائر طيب اللي هي يعني واحد وثلاثة من عشر سنط لمنع دخول العصافير الصغيرة الحجم والافات المختلف يتم التربية ايضا في اقفاص سلكية بمساحة طب لو انا حبيت يا مستر نعمل افاص سلكي المساحة بتاعته تكون كا مية وستين سنتي في ستين سنتي الى ميتين وخمسين في تسعين يعني لو عندك عايز تعمل افاص كبير ياخد الاتنين يبقى ميتين وخمسين ابعاده في تسعين طب لو عايز حاجة في المتوسط من مية وستين في ستين يبقى المساحات اللي حضرتك هتستخدمها بالنسبة للتربية في اقفاص سلكية بتكون من مية وستين في ستين الى ميتين وخمسين في تسعين بعد كده بنتكلم على اسكان سمان انتاج اللحم وانتاج البيان طبعا مهم جدا عشان حمايته من الاعضاء الطبيعية لابد ان توفر البيئة نظيفة وصحية لابد من المحافظة على درجة الحرارة والتهوية والرطوبة مهم جدا 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 الكلام ده داخل المساكن الارضية وداخل المساكن اللي هي فيها البطاريات يخصص لكل بوص بقى متر المتر المربع الواحد يخصصي خمسة وخمسين طائر من الفاكس وحتى عمر خمسة واربعين يوم يعني المساحات اللي حضرتك هتخصصها في التربية الارضية خمسة وخمسين طائر للمتر المربع الواحد لغاية عمري كان خمسة واربعين يوم كويس قوي طيب التربية في بطاريات او اكفاص قلنا اللي بيتراوح لو عايزت ربي بطاريات بتكون الابعاد بتاعت برضو ستين فاربعين في عشرين ممكن تعمل افص كده او مية وعشرين في خمسين في خمسة وعشرين المسافة بين السلك الشبكي لسه ايلينا من شوية يجب ان تكون مسافة ضيقة يبا حضرتك اما ان انا نربي تربية ارضية او نربي في بطاريات او نربي في اكفاص التربية زي ما قلنا قد تكون بابعاد ستين فاربعين في عشرين لو عاملت عايز تعمل الابعاد دي او مية وعشرين في خمسين في خمسة وعشرين اهم حاجة عندنا ان المسافة تكون مسافة صغيرة ما بين الفتحات منعا لدخول اي نوع ادي الشكل بقى للتربية في بطاريات او في الايه في الاكفاص شو شكل السماء وشكل الابعاد عامل ازاي عشان لو حبيت تعمله او تنفزه شكل بسيط جدا ما فيوش اي مشكلة لا يدخل بقى افات ولا حشرات ولا يدخل ايه عصفير تخشت ايه اه طبعا تبهدلك الطيوم نطل بعد كده وهي تربية السمام في بطاريات الادوات اللازمة ايه عادي زي الادوات اللي احنا عزناها قبل كده اللي هي بص معاي اما علافة طولية بطور البطاري بالاضافة الى مشربية يأما مشربية نظام حلامات يأما مشربية مسقاعة دية اللي هي المسقاة الايه المقلوبة بنفس الشكل اللي انت شايفه ده كده ده فيما يتعلق بالادوات يبقى الادوات اللي هنعوز هنعوز ايه هنعوز طبعا هنعوز المشربيات هنعوز غزيات في درجات الحرارة في اول فترة في فترات التحضين هنعوز دفايات للوصول لدرجة حرارة 37 درجة مقوية في اول تلات ايام ثم تقل تدريجية طب عملية جمع البيض سؤال بقى بيجينا في الامتحاء جمع البيض وحفظه وتسويقه يتم جمع البيض من اتنين الى تلات مرات يومية تمام يبقى بتجمع البيض كم مرة في السماء من مرتين لتلات وخاصة عند ارتفاع درجة الحرارة يعني لما تلاحظ ان درجة الحرارة عالية بجمع البيض تلات مرة طيب تميل ارضية الاقفاص للامام حاول وانت بتعمل البطارية تميل الافص كده عشان لما تضع البيض تتضحرج البيض وتنزلك تباسهل جدا جمعها طب لو حضرتك انت بتربي بتعمل عملية تربية في ارضية بتروح جايب عصاية كده من الخيرزان تمام عصاية يعني خرزان تمام مسنية من الامام بشكل حالة اقوى تسحب بها البيض يبقى اما انك بتصمم البطارية او الافص بشكل بحيث ان هو يكون منحدر للامام بحيث البيضة لما تنزل على طول تنزلك في بالانحضار بتاعه او اننا نجيب عصاية من الخيرزان مسنية من الامام من الامام كده بشكل ايه حلقة تبدأ تسحب بها ايه البيضة طيب سؤال مهم جدا يبقى النقطة اللي فاتت قلنا بيتم جمع البيض كم مرة من مرتين الى تلات مرات يومية ده سؤال في الامتحاء جمع البيض في السمان من مرتين الى تلات مرات يومية طب النقطة اللي بعده يحفظ البيض على درجة حرارة سؤال تاني من اتناشر الى تلاتاشر درجة مقوية طب ويجب ان يكون هناك رطوبة عالية خمسة وسبعين في المية طب ليه يا مستا عشان ما تتبخرش مية البيض المية بتاعة البيض اللي جوه ما تتبخرش تمام لو كانت الرطوبة خمسة وسبعين في المية يبقى كده من الاخر يا مستا بنعمل ايه حضرتك بنقول درجة حفظ البيض على من اتناشر الى تلاتاشر درجة مقوية في المية لحفاظا على طبعا تبخر ماء البيض بالنسبة لتسويق البيض البيض الاكل تمام يتم تسويقه بعد الانتاج مباشرة وعندي وعندي طبعا التعاقد على بيض التفريخ يعني اما تستخدمه كبيض اكل وقادي الشكل بقى بتاع البيض طبعا ده نموذج تمام للبيض بتاع السمان والبيض المطبوخ كمان بتاعه اللي هو زي ما انت شايف بشكله وبجماله ده بالنسبة للبيض يبقى اما يتم تسويق البيض للماء ده زي اما طبعا يتم تسويقه للأكل او للتفريخ درجة الحرارة قلنا تبدأ ب37 درجة مقوية وتخفض الى 35 بعد كم يوم بعد 3 ايام وحتى باقي ايام الاسبوع ثم تخفض تدريجيا لغاية ما تصل ل25 درجة مقوية في نهاية الاسبوع الايه التالي بس مع مراعاة عدم قفض درجة الحرارة عن 21 درجة مقوية طب اذا انخفضت يا مستا الى 15 بيؤثر ذلك على نسبة الخصوبة تمام بالنسبة للطار نسبة الخصوبة تقل يبقى انا حراعي ان الحرارة تكون في الاسبوع الاول 37 وتخفض الى 35 بعد 3 ايام وباقي ايام الاسبوع تخفض الحرارة التدريجية لغاية ما نوصل عند 25 درجة بس الكلام ده امتى في نهاية الاسبوع التالي تمام؟ ومع مراعاة عدم وصول الحرارة الى 15 درجة مقوية حتى لا تؤثر على نسبة الخصوبة او الرطوبة طب الرطوبة كان بقى من خمسين لستين وقلنا يفضل ان تكون خمسة وسبعين في المية حفاظا على ماء الايه البيض من التبخن بالنسبة للتهوية ضرورية زي ما قلناها قبل كده في الرومي قلناها في الطيور المائية لتجديد الهواء الاضاءة يجب الله تقل عدد ساعات الاضاءة عن ستاشر ساعة يومية تمام؟ يبقى الاضاءة ستاشر ساعة يومية طيب بنوفر ايه زي ما قلتلك نسبة بروتين خام ده عشان التخزين الطاقة ثم عناصر معدنية تمام؟ يبقى لازم العليقة تكون عليقة متزنة وقلناها ديت وتكلمنا على التخزية السمان باستفادة وقلنا يجب في المراحل الاولى ان تكون تخزية السمان على ستة وعشرين الى تلاتين في المية ما تقلش عن كده لغاية عمره واحد وعشرين يوم ثم تقل تدريجيا لاتنين وعشرين في المية ثم الى آآ عشرين في المية طبعا ده كده آآ اللي هو ما يتعلق بتخزية انتاج اللحل ولو حضرتك تعصرت قوي معاك وحبت يعني تغزي على رومي على تغزية الرومي ممكن نغزيها العمري اسبوعين ثم علف بادي التسمين بعد اربع اسابيع ثم علف ناهي لدجاج التسمين عند عمره ستة اسابيع المهم ان انت تحافظ على نسبة البورتين في العالية بحيث انها لا تقل عن من ستين الى تلاتين في المية واعتقد كده يباحنا غطينا كل المعلومات التي تخص السمان وارجو ان تكونوا قد استمتعتم في هذه الحلقة والى حلقات قادمة استوضاعكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته